السلام عليكم و اهلا بكم طبعا حضراتكم عارفين انه لما بيكون فيه رأي لازم بالضرورة انه يكون في المقابل رأي تاني مخالف وبما ان حق رد مكفول للجميع فحلقة النهاردة حنستعرض فيها مع بعض رد الصحافة المحسوبة على الامارات فيما يخص تصريحات الفريق ياسر العطاء اللي كنا عملنا عنه حلقة كاملة اول مبارحة ده بس عشان الاخوة اللي مهوسين بنظرية المؤامرة يهدوا شوية احنا ما عندناش مشكلة مع الامارات ولا مع الشعب الاماراتي ولا مع قيادة الامارات في المطلق لا والله ده مش حقيقي اطلاقا احنا مش بنعادي الامارات اصلا ولكن كل القصة انه مصالح مصر في ملفات غزة والسودان بتتضارب مع مصالح الامارات ومش هقولك ليبيا لانه الدنيا هادية في ليبيا دلوقتي فاحنا من الطبيعي جدا اننا بندافع عن المصالح المصرية لاننا مصريين ولان ولقنا وانتمقنا المصر في المقام الاول هي دي كل القصة بمنتهى البساطة يعني احنا ولا ممولين من قطر ولا حتى ممولين من مصر نفسها اللي احنا بندفع عنها لانها بلدنا والله ياريت ياريت فعلا نكون ممولين من مصر يا عم احنا نكره على الاقل ساعتها الشباب اللي في فريق الانتاج وفي فريق العمل يتجوزوا وارتح من الصدع بتاعهم اللي كل شوية قرفني بيه كل شوية يقول لي عايزين نتجوز عايزين نسكن في شقة جديدة عايزين مش عارف ايه او والله ما تستغربوش قسم باللدة بيحصل هم بيحكوا لي ادق تفاصيل حياتهم لان انا اخوهم الكبير هم قال لي يعني هيحكوا ويشتكوا المين والله ياريت فعلا مصر يتمولنا ده يوم اللي هانا يا السلام ده احنا عنينا لمصر عموما احنا عاملين للحلقة دي علشان تكون مساحة لحق رد الاماراتي على تصريحات الفريق ياسر العطا واظن ان احنا كده عدانا لعيب وازع خلونا نبدأ مع تأغير مشارطه شبكة الحرقة الامريكية بنسختها العربية الصدرة من الامارات اللي بتقولي ان تصريحات ياسر العطا جات قبل ايام من مشاركة متوقعة لرئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان في الاجتماع الرئاسي بشأن المناخ والسلام والامن في منطقة القارن الافريقي في دبي بالامارات يوم 3 ديسمبر الجاري على هامش قمة المناخ يعني المفروض البرهان يكون حاضر الاجتماع ده بكرة ان شاء الله شبكة الحرقة بتقول ان الخبيخ في ادارة الازمات والتفاوض اللي هو السابق بالجيش السوداني امين اسماعيل اشار الى ان اتهام عضو مجلس السيادة السوداني للامارات لم يصدر من فرار وانما استند الى ادلة مصدرها 3 جهات رسمية ممثلة في جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والخارجية السودانية وبالتالي فان تصريحات ياسر العطا بتمثل الموقف الرسمي للحكومة والجيش السوداني ولا تمثل ياسر العطا فقط وده بيشير بشكل مباشر الى ان في دلائل او ملفات استند عليها الجيش السوداني ومجلس السيادة السوداني في اتهام ابو ظبي بارسال الامدادات العسكرية والمالية لعصابات الدعم السريع ده غير انه في تقارير في منصات اعلامية مختلفة اتكلمت عن الموضوع ده فعلا زي مثلا صحيفة هولو ستريت جورنال الامريكية اللي نقلت عن مسؤولين اغنديين انهم قدروا يكتشفوا شحنات اسلحة في طائرة كانت مخصصة للمساعدات الانسانية قادمة من الامارات لصالح اللاجئين السودانيين في تشاد ولكن الطيارة دي كانت محملة بالاسلحة كلام ده تم نشره يوم 2 يونيو 2023 على اي حال اللي هو امين اسماعيل بيقول انه ممكن تصريحات العطة تنعكس على مشاركة البرهان في قمة المناخ بالامارات وممكن تصريحاته دي تأثر على فرصة المحادثات الجانبية ما بين البرهان والقيادة الاماراتية خلال فعاليات القمة اذا البرهان حضر للقمة بالفعل اللي بيتم اخدها في الامارات من 30 نوفمبر ال 12 ديسمبر الجاري ومعلومة كده على الماشي لحضراتكم تصريحات ياسر العطة تزامنت مع وقفة احتجاجية في مدينة بورتسدان للمطالبة بطارد السفير الاماراتي من السودان وعلى فكرة مدينة بورتسدان دلوقتي هي مقار الحكومة السودانية لإقدارة شؤون البلاد بعد انتقال مركز الحكم من الخرطوم بسبب الحرب اللي دايرة هناك يعني تصريحات ياسر العطة مدعومة بظاهير شعبي في العاصمة السياسية المؤقتة للبلد ولو تفتكروا انه في شهر ابريل مع بداية الاحداث السودانية كان فيه تظاهرات كبيرة برضو هناك في بورتسدان بالطالب بطارد السفير الاماراتي وكانوا بيحرقوا صور وصور تقريبا اعلام الامارات وقادة الامارات بس طبعا من المستبعد جدا انه مجلس السيادة السوداني يطرد السفير الاماراتي او ينشر بيانات لتصعيد الموقف مع الامارات اكتر من كده عموما شبكة الحرب تقول انه في شهر اغسطس اللي فات نفت دولة الامارات رسميا اي دعم لأي فصيل سياسي او اي طرف من اطراف الصراع في السودان اي دعم بالسلاح او الزخيرة او الاموال ده بحسب بيان رسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية على موقعها رسمي على الانترنت وكان البيان كالآتي ان الامارات لا تنحاز الى اي طرف في الصراع الحالي وتسعى الى انهائه بالاضافة الى تصريحات عضو المكتب الاستشاري لقائد عصابات الدعم السريع ابراهيم مخير اللي قال ان عصابات الدعم السريع لم تستلم اي دعم من الامارات او تشاد او من اي دولة اخرى واكد لشبكة الحجة الامريكية ان عصابات الدعم السريع لا تتلقى اي دعم خارجي وانها بتعتمد على الاسلحة والاعتاد الحربي اللي حصلت عليه من مخازن استولت عليها من الجيش السوداني لا صادق يا ابراهيم فعلا عصابات الدعم السريع بتحارب بالاسلحة اللي استولت عليها من مخازن الجيش السوداني والاسلحة دي بتكفي انهم يحاربوا بيها الجيش السوداني 8 شهور متواصلة لحد دلوقتي يا ابني انتوا لو كنتوا استوليتوا على مخازن الجيش الامريكي نفسه وكانت الزخيرة دي خلصت بعد 5 ولا 6 شهور بالكتير من الحرب اللي مستمغة يوميا دي ولكن على اي حال احنا هنا بنعرض تصريحات رسمية من الاطراف المضادة للجيش السوداني فبالتالي احنا بنستعرضها مع حضراتكم زي ما هي عموما ابراهيم بيقول ان اتهامات العطى للامارات تعتبر ابتزاز للمجتمع الدولي ومحاولة للتشويش على الارادة الدولية والجهود الساعية لتحقيق السلام في السودان وان التصريحات دي بتكشف ارتباك وفوضى في مركز قيادة القوات المسلحة السودانية وان الجميع يعلم ان الامارات دعمت السودانيين بكافة اطيافهم وتوسطت للمصالحة بين الجيش السوداني وعصابات الدعم السريع انا هنا مش فاهم بصراحة ليه قيادة في ميليشيات الدعم السريع مشغول بالدفاع عن طرف خارجي اتهموا الجيش بالضلوع في تزويد الدعم السريع بالسلاحة يعني شايفوا كده شبه الجماعة الممولين من الامارات لما بيطلعوا يقولوا كل شوية احنا مش ممولين مع انهم عارفين ان انا شخصيا عارف وممولين وممولين ازاي وبكام بس بلعبوا على سزاجة الجمهور فموقف زي ده بيأكد لي انا شخصيا ان الامارات بتمول الدعم السريع لان واحد عبيد طلع يبرر ويقول لك توسطت للمصالحة انا عارف ان التوسط للمصالحة قامت به السعودية من خلال مباحثات جدة غير كده ما شفتش غير مؤتمر القاهرة لدول الجوار بتاعت السودان وما شفناش اي دور للامارات حقيقي في محاولات الصلح برغم انه الامارات هي واحدة من اربع دول بتشكل ربعية دولية المعنية بالسودان عموما المحلل السياسي الاماراتي درار الفلاسي قلل من اتهام عضو مجلس السيادة السوداني للامارات فيما يخص تقديم الامداد لقوات الدعم السريع وصرح لشبكة الحر الامريكية وقال ان الامارات مش بتدعم الحرب في السودان اطلاقا بالعكس دي بتعمل على تقديم المساعدات والدعم للمتضررين المدنيين من الازمة الحالية وعلشان كده الامارات لا تلتفت الى الاتهامات والمزاعم اللي من النوضة بس هو مش تعتبر صدفة غريبة كده شوية يا استاذ درار انه في شهر ديسمبر 2022 كان فيه تحالف بيضم شركة مواني ابو ظبي وشركة انفاكتوس للاستثمار وقعوا اتفاق مبدئي مع السلطات السودانية لادارة وتشغيل ميناء ابو عمامة والمنطقة الاقتصادية على البحر الاحمر باستثمارات قيمتها 6 مليار دولار على بعد حوالي 200 كيلو متر شمال مدينة بورتوسدان اللي هي حاليا اهلها بيتظهروا طارد سفير الامارات من السودان على اي حال نتمنى ربنا اهدي النفوس ان شاء الله وننتقل دلوقتي لصحيفة العرب اللندنية المحسوبة على الامارات برغم ان الامارات بتم في اي صلة لها بالصحيفة خصوصا من سنة 2021 بعدما الصحيفة انتقدت شخصية خليجية كبيرة ولكن المعروف في الوسط الصحفي ان الجريدة ممولة بالكامل من الامارات ولكن على اي حال خلونا نستعرض التقرير لنشارته صحيفة العرب اللندنية يوم 30 نوفمبر ردا على تصريحات ياسر العطا التقرير بيقول ان تصريحات ياسر العطا ما هي الا تبرير من المؤسسة العسكرية السودانية لخسائرها في الحرب من خلال البحث عن زرائع للتغطية على العجز الميداني والعسكري على الارض بدلا من الاعتراف بالمسئولية عن الفشل واقاف الحرب الصحيفة بتقول انه مفيش مرقبين سودانيين شايفين اي مبارر للهجوم اللي شنه ياسر العطا على الامارات لان الامارات دعمت السودان اقتصاديا وسندت السودان سياسيا في عملية التحول الديمقراطي واعلنت موقفها رافض للحرب ودعت للحوار ما بين الجيش وعصابات الدعم السريع من اول يوم للحرب شعلا واضح واضح جدا ان الصحيفة دي مستقلة تماما وتمويلها مش اماراتي على الاطلاق صحيفة العرب اللندنية بتنقل عن مصادر سودانية بس هي ما سمتهاش وموضحتهاش انه الاتهامات اللي اطلقها العطا هي مجرد محاولة للتنفيس عن الغضب اللي بيتملك القيادات العسكرية السودانية حاليا بعد التقدم العسكري الكبير اللي احرزته عصابات الدعم السريع في معارك على جبهات عديدة وتحديدا على جبهة درفور لانه في اقليم درفور اتهزمت وحدات عسكرية كتير تابعة للجيش السوداني ولها سيمة العسكرية دي بيرفض الجيش السوداني الاعتراف بها بالاضافة الى ان العطا شخصية مهتزة ماينفعش انك تاخد منها تصريحات لانه قبل كده هاجم كينيا ورئيسها واتهم قوة مدنية سودانية بالتآمر على الجيش صحيفة العرب اللندنية نشرت رد وزير الدولة الاوغندي للشؤون الخارجية هنري اوكيلو اللي قال انه مزاعم العطا ما هي الا هراء مطلق يعني تصريحات العطا كلام فارغ وانه اوغندا ملهاش داخل ابدا باللي بيحصل في السودان الصحيفة قالت انه في الفترة اللي فاتت اتنشرت معلومات بتؤكد تلقي الجيش السوداني لمساعدات عسكرية من ايران ومن تركيا والمساعدات دي كانت طيارات بدون طيار والدرونزي دي هي اللي حصلت عليها قوات الدعم السريع بعد الاستيلاء على مخازن تابعة للجيش في الخرطو وكأن الصحيفة يعني بتقول انه طالما الجيش السوداني بتجيله مساعدات عسكرية من تركيا ومن ايران فايه المشكلة يعني لما الامارات تدعم عصابات الدعم السريع الغلابة بشوية اسلحة فتاكة كده ومضادات ايران وفلوس بالعبيد علشان يقدروا يواجهوا آلة القتل المتوحشة في الجيش السوداني المدعومة من تركيا وايران ده الموقف اللي انا شايفه حاليا من تبريغ صحيفة العرب اللندنية المشمومة ولا اماراتيا للموضوع عموما الصحيفة نشرت تصريحات المحلل السياسي السوداني الشفيع اديب اللي قال ان تصريحات ياسر العطا خالية من قواعد اللياقة والديبلوماسية بغرم من انه تالت اقوى رجل في السودان بعد البرهان وحمدتي بحكم موقعه كمساعد لقائد الجيش عبدالفتاح البغا وانه ما كانش مهتم بعلاقات السودان الدولية مع الامارات او كينيا او غيرها وبالتالي بيقول تصريحات يمكن وصفها بانها غير مقبولة لانها التهمات بلا دليل وانه لا يمكن التأكد من صحتها انا هنا عايز افهم كلام الاستاذ الشفيع اديب ولكن مش عارف افهمه ازاي بصراحة ياسر عطا نفسه قال انها معلومات وصلت لقيادة الجيش السوداني عن طريق جهاز المخابرات العامة السودانية فانا مش فاهم حضرتك عايز تتأكد من صحة التأرير دي ازاي الراجل بيقول انه مصدر المعلومات جهاز المخابرات السوداني فالمفروض يعني ياسر العطا يبعث لحضرتك دعوة لمقر المخابرات العامة السودانية ويكشف لحضرتك التأرير السري اللي بيؤكد تورط الامارات في الحرب الاهلية في السودان يعني انا شايف انه كلام الشفيع اديب عبارة عن كلام فارغ وخالي تماما من اي منطق يعني تاني قيادة في الجيش السوداني بعد البرهان بيقولك احنا متأكدين من ان الامارات متورطة في تمرد عصابات الدعم السريع وانت بتقول ان كلامك ده مفيش عليه تليل بصراحة تبرير عجيب جدا وغريب جدا وغير منطقي اطلاق عموما اديب مستمر في تصريحاته بيقول ان ياسر العطا كان بيتكلم مع مجموعة من الضباط لطمقنتهم ان عصابات الدعم السريع محققتش اي تقدم الا بسبب الدعم الخارج وان تصريحات العطا هي في الاساس احراج للبرهان نفسه اللي بينوي زيارة ابو ظبي تزامنا مع نعاقات قمة المناخ وانه حاليا البرهان هو اللي في مأزق لانه مش هيعرف يبرر تصريحات ياسر العطا قدام المسؤولين الاماراتيين وده هيأثر على العلاقات السودانية الاماراتية بشكل واضح انا هنا لتاني مرة شايف ان كلام استاذ الشفيع اديب هو بامنتهى الصراحة كلام فارغ وتافى لانه الاستاذ الشفيع اديب فاكر ان البرهان تلميز وايح يحضر حفلة فابو ظبي وبالتالي خايف من ردة الفعل الاماراتية لما يقابل المسؤولين الاماراتيين في قمة المناخ وانهم حيقعدوا قدامهم على الكرسي ويزنبوه ويقولوله ازاي تسمح ليسر العطا انه يقولي الكلام ده يلا يا برهان افتح ايديك علشان نضربك بالعصايا عشر مرات على كل ايد علشان ما تكررش الغلط ده تاني انت نوتي يا ايه السزاجة دي؟ يعني هل ينفع الكلام اللي قاله استاذ الشفيع اديب يكون صادر عن محلل سياسي؟ طبعا انا اول مرس مع اسمه يعني طبعا تبرير ركيك وفي منتهى السفاهة والسزاجة على اي حال دي كانت ابرز ردات الفعل المدافعة عن موقف الامارات ضد تصريحات ياسر العطا وبرد النظر عن كون الدفاع ده منطقي او سازج فاحنا كان واجب علينا ان احنا نعرض وجهات النظر للطرفين قدام حضراتكم والحكم النهائي متروك للسادة المشاهدين سواء كانوا داعمين لتصريحات ياسر العطا او داعمين لوجهة النظر المدافعة عن الامارات احنا في جميع الاحوال ملناش اي مصلحة غير ايقاف الحرب الدموية في السودان والحفاظ على الدولة السودانية موحدة تحت قيادة حكومة شرعية وجيش وطني قوي في النهاية خفز الله مصر حفز الله السودان حفز الله الامارات وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة